السلام عليكم أصدقائي التلاميذ إذا اليوم إن شاء الله سنبدأ مع تمرين ديال الدرس الأول من مجزوئات الموجات الموجات الميكانيكية المتوالية إذا التمرين ديالنا فهو أشنك يقول أعطوني واحد شكل وهو مظهر الحبل عند اللحظة طيب هذا الحبل عند اللحظة وعندي أول سؤال في أي لحظة تبدأ النقطة أم حركتها يلا نجاوبها للسؤال الأول إذن نكتبه لتكن نسمي ذاك اللحظة اللي سؤولون عليها نسميها التأم مثلا لتكن التأم اللحظة التي ستبدأ ستبدأ فيها أم حركتها بطبيعة الحل شفنا في الدرس قلنا فالنقطة أم تعيد حركة المنبع أس ذاك شي اللي كتديره أس كتديره أم إلا كانت النقطة أم طلعت ونزلت فأحتى النقطة أم غد يطلع وغد تنسل صافي؟ إذا لاحظوا معيجين الموجة أول حاجة التشويه للموجة فهي مشياء نحو اليميرة مشي هاك بمعنى هاد النقطة هدي كتسمى مقدمة الموجة وهدي مؤخرات الموجة وإلا كانت الموجة عندك مشياء اليسار فغترجع هدي المقدمة وهدي مؤخرات الموجة إذا احنا غنقلبه على تأم شوفه معي مزيد باش نفهمه دائما نحاول ورسمه خريف الواسع رسمه يرسم باش تهم الموجة بدأت من أس فيه نوصلة دابة أم مزيد مقدمة الموجة مقدمة الموجة كانت في النقطة أس فقاش في اللحظة ت تساوي سفر مزيد ومقدمة الموجة غادي توصل لنقطة أم دا اللحظة ت أم ت أم المسافة من أس لأم واش كنا عارفوها المسافة من أس لأم حسب الشكل فمن أس لأم هنا عندك ستا دونك أنا كمشيه بسفر فاصلة جوج ستا فاصلة جوج ستا فاصلة أربعة ستا فاصلة ستا دونك المسافة بيناتم ستا فاصلة ستا ماتر رحقاش هنعطينا بالماتر إذا دابة أنا كنقلب على ت أم دونك شي علاقة خس يكون فيها الطي انتو ما كتعرفوا العلاقة اللي عندنا في الدرس السرعة مادم أعطوني في التمرين السرعة فالسرعة تساوي المسافة على المدة انت كتقلب على الطي ميكان قول الطي يعني كنقلب على الدلتا الطي شنو هي الدلتا الطي درناها في الدرس قلنا الدلتا الطي هي المسافة على السرعة دي على في لك نحاول نستغل له هاد العلاقة هذي دونك من نسبة لي دلتا الطي شكونا هي الدلتا الطي هي المدة الزمنية من أس تا الأم يعني التا أم نعقص T نسميها TS والTS هي اسمناها T0 T0 هي اللحظة اللي كانت فيها مقدمة الموجة في النقطة S ماذا تساوي؟ تساوي المسافة المسافة منين من النقطة S إلى النقطة M دونك نسميها المسافة SM على السرعة وده باقي يمكن لي نحسب هاد TM بطبيعة الحال T0 هي 0 دونك تبقى لنا TM تساوي SM على V تبقين SM على V المسافة SM هي ستة فاصلة ستة وV هي أربعة إذن النتيجة كتساوي اللي حسبناها هي واحد فاصلة خمسة وستين سيبوند إذن السؤال الثاني سيف حركة النقطة M بطبيعة الحال إحنا الموجة دينا رهما الشي هي هكا هكا الموجة ودالو لك النقطة M هنا بطبيعة الحال هنا مقدمة الموجة هنا مؤخرة للموجة باش نعرف الحركة دينا يعني النقطة M واش نزلت وطلعت ولا طلعت ونزلت إلى آخر قلنا النقطة M تعيد ما فعلته S شنو ما درت S كتدير M قلنا باش نعرفه الحركة دينا ماشي كان مبدأ من هنا كان جين مبدأ من هنا صفي؟ من هنا تفقين؟ غادي نبدأ من هنا شنو غادي ندير لأن الموجة ماشي هكا كان مبدأ من المقدمة هنا مقدمة الموجة هنا شنو عندي طالع 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 بمعنى أن النقطة M شنو درت في الأول طلعت الفوق غيب شوية تدريجيا طلعت الفوق تدريجيا ومبعد شنو نزلت 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 تدريجيا إذا بالنظام قلوا لي صف حركة النقطة M إذا شنو غادي نقوله حركة النقطة M إذا شنو غادي نجاوبه نقوله حركة M إذا شنو هي الحركة دينا إذا الحركة الأولى شنو درت M كانت مثلا هنا شنو غادي غا تصعد تدريجيا نحو الأعلى ولكن عموديا بالشكل عمودي رأسي وغا ترجع تنزل هكا تنمية توصل القمة غا تنزل ولكن رأسيا هكا ما تنزلش هكا هتنزل هكا عموديا نحو نحو موضعها الأصلي تفقنا شنو غادي نكتبه تصعد مثلا نعبره كيفما بغينا تصعد M قلنا تصعد رأسيا يعني طلعت عموديا وتدريجيا نحو الأعلى وتدريجيا نحو الأعلى ثم شنو بعد تنزل شنو درت النقطة M تنزل رأسيا وتدريجيا نحو الأسفل نحو الأسفل يعني نحو موضعها الأصلي ثم تنزل رأسيا وتدريجيا نحو موضعها البدئي هذي هي الحركة ديال النقطة M سؤال رقم ثلاثة حدد مدة حركة نقطة من الحبل يعني شنو هي المدة ذاك النقطة اللي كتوصلة كتوصلة لموجة الموجة هذي ذاك النقطة شنو كتدير كتطلع كتطلع تلذير ومبعد كتجا تنسل هذي المدة ديال الصعود والنزول مدة الصعود والنزول هي اللي غدي نقلب عليها واللي سميناها في الدرس مدة التشويه يعني بطريقة أخرى كنقلبوا عليه كنقلبوا على مدة التشويه مدة التشويه هي اللي رأك تقلب عليها هي مدة حركة نقطة من الحبل مازيه؟ باش غنعرفوا احنا مدة التشويه احنا في الدرس قلنا 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 عدنا واحد العلاقة كنا سجنها قلنا باللي في كيساوي السرعة كتساوي طول التشويه تشويه يخصي يكون عندك مظهر الحبل واش عندي مظهر الحبل ايه؟ مظهر الحبل عند اللحظة طيب هنا هو التشويه؟ هذا هو التشويه ديال conversions شحل هو الطول ديال التشويه؟ كنحسب من نين؟ من مؤخرات الموجة إلى مقدمة الموجة هنا الستة 세فاصلة جوش ستفاصلة sewing ستفاصلة أربعة استى فاصلها ستة يعني إيش حال هو الطول من ستة تل ستة فاصيل ستة يعني صيفر فاصيل ستة إذن طول تشوي هو صيفر فاصيل ستة متر والسرعة هي ربعة دونك عندك هذا عندك هذا يمكن لك تحسب مدة تشوي إذن ندرو لتكن هاد مدة تشوي غدي نعطيها واحد مياسة في لتكن دلتا تاي ماشي مشكل لتكن دلتا تاي مدة تشوي مدة تشوي ولا مدة حركة نقطة من الحبل إذن شكونا هي دلتا تاي دلتا تاي اللي هي مدة تشوي شنو كتاوي طول تشوي طول تشوي على الفي طول تشوي هنا رمز له بل صافي شكونا هو ال اللي هو طول تشوي قلنا هو صيفر فاصيل ستة غدي نقسموه على السرعة اللي هي ربعة دونك إذا حسبناها غدي تخرج زيرو فيرقل كينز سيغوند صافي طبيعة الحال اي الخصاتكم بالمتر في خصاتكم المتر بار سيغوند والدلتا تاي بسيغوند نمر إلى السؤال الأخير مثل مظهر الحبل عند اللحظة تاي كتسوي جوش فاصيلة جوش سيغوند يعني غدي رسموه الحبل شوفوا معي مزيان في هاد اللحظة تاي فمقدمة الموجة كانت في النقطة ام ياك مزيان احنا حسبنا احسبنا اللحظة التي وصلت فيها مقدمة الموجة إلى النقطة ام حسبناها وقلنا هي واحد فاصيلة خمسة وستين سيغوند مزيان دابا الان قلي كمثيل مظهر الحبل عند اللحظة جوش فاصيلة جوش في اللحظة في اللحظة واحد فاصيلة خمسة وستين سيغوند المقدمة رها كانت في ام في اللحظة جوش فاصيلة جوش بطبيعة الحال الموجة ما غديش تبقى في ام فين هتكون هتكون زادت القدام دابا شنو خصي نعرف خصني اول حاجة نعرف مقدمة الموجة فين وصلت هانتا باش ترسم لك هنا اس مقدمة الموجة فقاش كانت في اس في اللحظة تاي كتساوي زيغا في اللحظة واحد فاصيلة خمسة وستين مقدمة الموجة فين وصلت الآن دابا بعطك اللحظة جوش فاصيلة جوش دابانتا شنو خصيك تدير باش ترسم اول حاجة خصك تعرف مقدمة الموجة شحل ديال المسافة قطعت من 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 صفر تل جوش فاصيلة جوش او من واحد فاصيلة خمسة وستين تل جوش فاصيلة جوش كما بغيت اذا خصي نعرف ما هي المسافة التي قطعت هالموجة خلال المدة جوش فاصيلة جوش نقول وصلت واحد من النقطة الآن اذا نكتبو مثلا لتكن لتكن النقطة التي وصلت لها مقدمة الموجة مقدمة الموجة عند لحظة جوش فاصيلة جوش سقوات اذا اول حاجة خصني نعرف البلاسة فين جت ان ييمكن لك البلاسة خصك تحسب المسافة S-A Dann او تحسب المسافة M-A Dann انا كيفش شحونا نحسب المسافة S-A Dann كيفاش كيف شحن بعدهم شجع المسافة? انا ابقنا في الدرس قلنا بلي المسافة تساوي السرعة في المدة دماظ eres أن سمية المسافة الآن سن كيف تتساوي السرعة في الدلتاتة؟ هي طي أنεقس تي zero Telesilee دلتا تي. تي ان ناقص تي زرو. يعني اه اللحظة اللي وصلت فيها الان ناقص اللحظة اللي كانت في اس. يلا نبدأو هاد الحساب هادة. دونك نمسحة الشي اللي هنا. نتمنى يكون الامر واضح. اذا شو غاد نقوله? المسافة اس ان. واللي بغي يحسب ام اني يحسب. دونك المسافة اس ان هي في المدة. اسمية المدة ديالي. دلتا تي قلت هي تي ان ناقص تي زرو. انا اسمية تي ان. تي ان هي تي. دونك ندير بلاست ان. نحيد وندير التي patterns تي يسمى وها تي. دون كتاوي في الزي تي زرو هي زرو. دونك v مدروبة في pantalla. يعني ربعة مدروبة في جوش فاصلة جوش. دونك ربعة لاتبناها في جوش فاصلة جوش هي تمانية فاصلة تمانية ماتر. اه دفا يمكن اللي يرسام. مقدما تل الموجة. عند اللحظة اثنان فاصلة اثنان. وصلت لنقطة الن هاد النقطين تبعد عني النقطة ايسم بش حال بتمانية فاصلة تمانية ماتر. يعني الأفصول دياله هو ثمانية فاصلة. دونك ده بالرسمة هذا هو محور الافاصيل ها اكس اكس بالماثر صافي شو غادي تدير انت طب الحل غادي تدير السلم ديالك الى اخيره هنا النقطة اس مثلا هادي واحد انا ندير خارج اختصار جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اه تمانية وهنا مثلا نكبر شي شوية تسعود صافي تسعود ولا ندير هنا يا دونك هادي تسعود طب عاد الحل تمانية هادي تمانية فاصلة جوج تمانية فاصلة اربعة تمانية فاصلة ستة تمانية فاصلة تمانية تسعود الى اخيره دب احنا يا في اللحظة جوج فاصلة جوج النقطة او المقدمة الموجة في الوصلات وصلات للنقطة ان ان شحل عندها ان شحل كتبعدها لأس قلنا حسبنا المسافة اس ان قلنا المسافة اس ان هي تمانية فاصلة تمانية ماتر بمعنى النقطة ان فين جاي جاي في تمانية فاصلة تمانية ها هي ها تمانية فاصلة جوج فاصلة ربعة فاصلة ستة فاصلة تمانية هذه البلاصة دي الان دونك مقديمات الموجه كنت هنا ется كيف سأفعل انت هذه المقدمة لمؤخرات الموجه فين expansion تكون ماشي هنا مؤخرات الموجه يجب قبل الان إما تجي هنا إما هنا فين عرف أنا مؤخ repay وجدت هنا وجدت هنا وجدت إلى آخر شوف سهل حسب طول الإشارة شحلو طول الإشارة قلنا طول الإشارة من هنا من المقدمات الموجه المؤخر قلنا 0.6 يعني ما بين مقدمت الموجه ومؤخرة الموجه خصت تكون 0.6 معطر إذا أنت عندك 8.8 ما الذي يجب أن تنقص منها؟ 8.8 يجب أن تنقص منها 0.6 يعني هي 8.9 إذا كانت مؤخرات الموجة في 8.9 ها هي وشوف ما يمزي هذا الشكل هذا سنعود نقل بحاله مثلا نديره هو هذا هو هذا مازي من صفر 8.9 كيف يديري النقاط الحبل هنا غد ندير غير مستقيم علاش علاش درت مستقيم لأن جميع هاد النقاط اللي كنا في هاد المستقيم فالموجة داستم صافي طلعو نزلو وجعو البلاصم هاد النقاط اللي هنا هادو مازال موصلة تمش الموجة عادة وسلم دون كندير خط إذا إلا رحتوا معي مزيان هاد الشكل هذا عاود ترسمته غير هنا يا مقدمة الموجة كانت في M M عنده 6.6 يعني في الأفصول أما هنا وصلت الآن لعنده 8.8 وبطبيعة الحال مدام رسمت الشكل سننجد له واحد العنوان اسمية العنوان ديال هادا مظهر الحبل مظهر الحبلي عند اللحظة طيال اللي قلنا 2.2 1.2 إذن أصدقاء التلاميذ هكا كنكون نختمناها التمرين إذن نتمنى نتمنى تكونوا استفتمنهم زيان بطبيعة الأحل نطلقوا معنا وآخر من التمرين وشكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر